تنطلق مساء اليوم الاثنين حملة إلكترونية شعبية للمطالبة بالكشف عن مصير أحد أبرز قيادات العمل السياسي في اليمن عضو الهيئة العليا لتجمع اليمن للإصلاح السياسي محمد قحطان وأعلن الناشطون عن أن الحملة الإلكترونية ستكون بذات الهاشتاغ الحرية لقحطان التي نفذت حملات سابقة تحته للمطالبة بالإفراج عن السياسي المخضرم والكشف عن مصيره في ظل ظروف اختطاف غامضة وإخفاء قسري مستمر وما يعاني منه من أمراض منذ اختطافه من قبل مليشي التمرد والإرهاب الحوثية من منزله بصنعاء في الخامس من إبريل 2015 وتأتي الحملة هذا العام متزامنة مع مطالبات دولية بإطلاق المختطفين والسجناء في ظل تفشي وباء كورونا والأخطار المهددة لآلاف السجناء في اليمن يشار إلى أن أسرة القيادة السياسي محمد قحطان لا تعلم عن مصيره شيء منذ اختطافه ورفض المليشيا المتمردة السماح لأسرته بالتواصل معه أو زيارته ولم تبلغ بمكان إخفائه قسريا حتى اللحظة وتحظى حملة التضامن السنوي مع أبرز قادة العمل السياسي بتفاعل كبير لما يمثله المناضي المحمد قحطان من رمزية كرجل للسياسة والسلام والحوار وجاءت هذه الحملة بعد أيام قليلة من حملة شعبية كبيرة شاركت فيها منظمات دولية طالبت بإطلاق كافة السجناء والمختطفين احترازا من تفشي وباء كورونا في ظل تدهور أوضاع السجون والمخاوف من على آلاف المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر